موسيقى مشاهدين أهلا بكم قال نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسات الخارجية إلى بيرما إن المغرب أنجز بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إصلاحات كبرى جعلت منه نموذجا في المنطقة وأكد بيرما بمناسبة الذكرى الخامسة والعشر لعيد العرش المجيد أن المغرب يشهد تطورا حثيثا على صعيد الدرمية الاجتماعية وفي تنزيل الإصلاحات المنجزة في مختلف المجالات وفي هذا الصدد أشار خبير العلاقات الدولية إلى أوراش التحديث التي تم إطلاقها في المجال الاقتصادي وإصلاح مدونة الأسرة والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وكذا إسهام المملكة البناء للغاية على المستوى الإفريقي وفيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب والولايات المتحدة أبرز الخبير أن الشراكة بين البلدين القائمة على أسس المتينة مزدهرة بشكل كبير بفضل الاستراتيجية التي أرساها جلالة الملك نناقش ومشاهدين هذا الموضوع مع ضيفنا المحلل السياسي الدكتور محمد أشتاتو دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا إذن بفضل القيادة الملكية المغرب أنجز إصلاحات كبرى جعلت منه نموذج في المنطقة لقد عرف عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعني تقدما حضاريا وازدهارا كبيرا وفي مجالات متعددة سواء المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال السياسي أو المجال الثقافي والتربوي وحقيقا هذا دليل على أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله هي رؤية أعطت أكلها في كل هذه المجالات وجعلت من المغرب دولة كبيرة أمام الدول الأخرى سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في إفريقيا وفي مجالات متعددة نعم سنقف عند هذه المستويات طبعا على المستوى الدولي والإفريقي قبل ذلك اليوم بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد دعنا نقف عند الإقلاع الاقتصادي وكذلك الإصلاحات والإنجازات الاجتماعية التي تم تحقيقها بقيادة جلالة الملك الإقلاع الاقتصادي أصبح المغرب دولة متقدمة في المجال الاقتصادي لأن الانفتاح الكبير على الدول الأخرى سواء الأوروبية أو الأمريكية أو إفريقيا أو الأسيوية جعلت من الاقتصاد المغربي في تنامي كبير جدا وفي تقدم وهذا دليل على أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك كما قلت أتت أكلها ووصلنا إلى ما كنا نربو إليه منذ مدة في هذه المجالات والإصلاحات الأخرى المهمة هي في المجال طبعا اجتماعي نحن رأينا أن في المجال الاجتماعي هناك إصلاح مدونة وهذا جعل من المغرب دولة متقدمة في مجال يعني إعطاء المرأة حقوقها على المستوى الاجتماعي وكذلك إعطاء الأسرة أهميتها انطلاقا من الإسلام انطلاقا من التجربة المغربية ومن التاريخ المغربي بالإضافة إلى أوراش اجتماعية أخرى على رأسها مثلا ورش الحماية الاجتماعية طبعا ورش الحماية الاجتماعية هو ورش مهم جدا والمغرب تقدم فيه كثيرا وما زالت هناك أوراش مفتوحة في هذا المجال وطبعا نحن نحاول بكل الوسائل أن نكون عند حسن الظن سواء في المجال الاجتماعي مع الشعب المغربي وكذلك في المجالات الأخرى نعم طيب على المستوى الإفريقي المغرب أضحى اليوم قوة إفريقية كبرى طبعا بفضل رؤية متبصرة لجلالة الملك وكذلك بفضل ديبلوماسية فاعلة في هذا الإطار الديبلوماسية الملكية جد مهمة وقامت بأشياء كبيرة فيما يخص إفريقيا فيما يخص الجانب الروحي والجانب الديني وكذلك الجانب الاقتصادي ونحن نعرف أن العدد كبير من المؤسسات والشركات المغربية انتقلت إلى إفريقيا وتقوم باستثمارات مهمة سواء في المجال البنكي أو في مجال التواصل أو في مجالات أخرى وأصبح المغرب من الدول المتقدمة فيما يخص يعني تعاملها مع الدول الإفريقية ويجب أن ننسى أن المغرب أصبح بابا مفتوحا من خلال اللوغرقرات لأوروبا على إفريقيا والدول الأوروبية تريد أن تتعلم من المغرب في مجال التعامل مع إفريقيا في المجالات الاقتصادية وتحاول أن تستفيد من هذه التجربة المهمة نعم طيب أي دور يطلع به المغرب اليوم في تحقيق التنمية للقارة الإفريقية ويمكن أن نتوقف هنا عند المبادرات التي أطلق جلالة الملك لصالح القارة الإفريقية وهناك مبادرات كثيرة ومهمة جدا المبادرة الأطلسية أولا لأن المبادرة الأطلسية سوف تفتح المجال للدول الأوروبية وخاصة دول إفريقيا وخاصة دول الساحل لتصل إلى البحر وتستعمل المرافع المغربية واللوجيستيك المغربي والطرق المغربية والوسائل المغربية وهناك كذلك الأنبوب الغاز وهذا الأنبوب سيمر من أكثر من 15 دولة وسيكون له تدعيات مهمة جدا على الجانب الاقتصادي لهذه الدول ويتطلب استثمار كبير جدا سواء من المغرب أو من نيجيريا وكذلك من الدول الأوروبية وأظن أن المغرب في هذا المجال تقدم كثيرا ويساعد الدول إفريقيا كثيرا في المجالات الاقتصادية نعم طيب على المستوى الدولي المغرب عزز بشكل كبير مكانته يعني في السنوات الأخيرة بفضل طبعا ديبلوماسية فاعلة يمكن أن نقول بأن المبدأ والأساس لهذه الدبلوماسية هي أنها تقوم على مبدأ تنويع الشراكات ولكن كذلك يجب القول أنها ديبلوماسية لانفتاح جلالة الملك محمد السادس نظر الله رجل حوار سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القاري يعني إفريقي وعلى المستوى الدولي ومعروف له بذلك أنه حوارات سواء ثقافية أو دينية على كل مساويات وأظن هذا يلعب دور مهم ويعطي للمغرب مكانة مهمة في دول ما بين دول العالم نعم طيب نود أن نقف هنا بما أن الموضوع طبعا كان تحدثنا عن نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية نود أن نقف عند العلاقات المغربية الأمريكية ومستوى التطور خاصة في هذه الفترة ونحن يعني المناسبة هي عيدة العرش المجيد يجب القول أن المغرب كان أول دولة اعترفت بأمريكا من الدول الأولى التي اعترفت بأمريكا في 1777 من طرف السلطان محمد الثالث ومنذ ذلك الوقت والعلاقات المغربية الأمريكية في تنامي وفي ازدهار والمغرب يلعب دور كبير في القارة الإفريقية في تعاون مع الدول الأوروبية والدول الأمريكية وأمريكا بالخصوص لأنه يساعد هذه الدول في التنمية ويلعب دور مهم والمغرب كذلك له علاقات اقتصادية مهمة جدا مع أمريكا منذ فترة وهناك يعني معاهدات اقتصادية مع أمريكا والدول الأمريكية الأخرى وهذا جد مهم بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للمغرب وبالنسبة للتنمية في إفريقيا نعم طيب ما هي الأسس التي تقوم عليها هذه الشراكة الاستراتيجية اليوم بين ريباط وواشنطن؟ أسس أولا تعاون في شدة المجالات أسس الاحترام المتبادل وأسس تنمية تنمية في المغرب والتنمية في إفريقيا لأنه أظن أن أمريكا تريد أن تستفيد من تجربة المغرب في إفريقيا لمساعدة الدول الإفريقية من خلال الشركات المغربية ومن خلال كذلك الدبلوماسية المغربية التي ذكرتها من قبل قليل وهي الدبلوماسية الدينية والروحية نعم المحلل السياسي الدكتور محمد الشتاتو شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوطيحات شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة إلى اللقاء